اهلاً بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن أعراض الجلطة عند كبار السن للأسف على الرغم من تعدد أعراض الجلطة عند كبار السن إلا أنها تحدث بشكل مفاجئ وسريع وتتطور في غضون ساعات بسيطة لأن هذه الأعراض تنتج عن توقف جزء من الدماغ عن عمله ويتوجب على من يتواجد مع الشخص المصاب أن يتعامل معه بشكل سريع حتى يستطيع إنقاذه وسنستعرض اليوم أعراض الجلطة عند كبار السن إذا توجدت مع شخص وارتبك الشك أنه قد تعرض لجلطة حاول أن تجعله يستعيد ما قد قاله فسوف تجد أنه قد لا يستطيع ترتيب الجمال أو أنه لم يفهمك من الأساس أو أن كلامه أصبح ثقيلا ولا يقدر عليه حاول أن تجعله يقوم بتحريك أحد أطرافه أو يحاول الإبتسامة وتحريك شفتيه فإن لم يستطع فتأكد أنه مصاب يعاني بعض المرضى أيضا من آتام في الرؤية أو تشويش بها أو قد يرى الصورة مكررة نتيجة لتضرر الأعصاب البصرية حاول أيضا أن تطلب من المريض أن يمشي فمريض الجلطة لا يتمكن من ضبط توازنه فهو يشعر بدوخة شديدة وصدع أهم أسبابها هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث الجلطات وعلى رأس هذه الأسباب هو نقص كمية الدم الذي يصل للمخ وبالتالي نسبة الأكسجين المتواجدة به قد يحدث بعض الانسداد في أحد الأوايات الدماغية الدقيقة مما ينتج عنها صعوبة إيصال الدم لذلك المكان البعض قد تبدأ الجلطة عنده في الشريان السباتي ثم تنتقل وصولا للدماغ من أهم الأسباب وأكثرها انتشارا أيضا هو ارتفاع ضغط الدم بشكل مبالغ فيه مما يؤدي إلى حدوث نازيف في المخ وهذا يحدث في الغالب نتيجة لبعض الإصابات في الرأس أو تناول بعض العقاقير أو انفجار أحد الأوايات الدموية كما أن هناك بعض أنواع العقاقير التي تؤدي لتجلط دم في الشرايين التعرض للقلق وتوتر بصورة دائمة مما يسبب التعرض للجلطات ومن الجدير بالذكر أن تناول المخدرات بكافة أنواعها تعد من أكثر الأسباب التي تؤدي للإصابة بجلطات المخ مضاعفاتها من أشهر المضاعفات التي تنتج هي الشلل في أحد أجزاء الجسم ويكون حسب قوات الجلطة وإن استطعت إنقاذ المريض فسوف يتمكن بعد ذلك بمساعدة العلاج الطبيعي من تخطي هذه الأزمة بعض المرضى قد يصل بهم الأمر إلى صعوبة في استخدام الفم بشكل عام سواء للكلام أو البلع حتى أن الفم قد يتأثر أحياناً وفي هذه الحالة بعد السيطرة على الجلطة يتوجب الاستعانة بمتخصص في التخاطب الشخص المصاب بالجلطة الدماغية غالباً يصاب بالاكتئاب إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا كم تسوموا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضاً تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر